مين السبب اللي وداك نادي الترسانة؟ هو أخو يا الله رحمه محمد رضي محمد رضي ده أحكي كبير كان بلعب قبل في النادي وبلعب في الفريق الأول وهي جت صدفة من كرة الشرب صدفة؟ اه صدفة يعني أنا بقى عاوز أروح أي نادي فولد الله رحمه قال له ما تاخدوا معاك بالمر بدل من العربيات والحاجات دي خاف عليها اه طبعا كان سنة كم سنة كانت؟ فولداني عملت اختبارات اختبارات؟ اختبارات في الملعب اللي هو مطرح السارك ايوه القديم اللي هو القديم عند مصرح البلون عند مصرح البلون ده كان كنت بروح وأرخد التروماي من عند أبو العلا لغاية كان بيعدى عليه التروماي لغاية كبر الزمالك بعد ساعاتها لقيه مفتوح كان بتفتح مزبوط اه فأأخد بتعريفة معدية أركب معدية يعديني لغاية العالية تانية عشان أروح النادي اه فأروح اختبارات اختبارات كان فيه لعبة ولأ فيه عدد كبير عدد كبير وتعال حاجات دي كلها وأخوك حتى ما قالش مثلا يا جماعة مدغوش اختبارات ده خلوه على طول لا ده أنا بقى الحاجة الأوحش اللي أنا هقولها لك قول اه كده قال تعالى وراحين بقى براحين للرجل التاني نقوله اللي احنا اخترونا فقال تعالى فضحة وقال له كابتن الكابتن هناك اخترنا احنا الاتنين ودخلت على هذا الوضع اخترنا احنا الاتنين ابتديت ألعب مع اللي اختروهم لغاية لما الحمد لله ابتدوا ابتدوا ألعب بقى ايه أجبال هبتدي ألعب أجبال سويا كان سنك كم سنة كانت حوالي 15-16 سنة ما كانش عندك الهيبا خايف انك رايح نادي يبيزة اسم نادي بترسنة لا انا اللي دي كانت فيه كويسة جدا هما كانوا بيلعبوا الفرقة الكبيرة بيلعبوا فرقتين من النادي بقبل المباراة بيسلوا الجماهير نعم فاديت نفعتنا مين النجوم اللي انت تأثرت بهم لو ما كانوا بيلعبوا في النجوم الترسنة في الوقت ده كان الله ارحمه زكريا وكان كابتن حمد عفتاح الله ارحمه من الناس اللي اتأثرت بيها برضه كان لعب سردن الفرود ده عشرة على عشرة يعني وكان نكسب قاله زمالك برضك وربعد في سنة ماتشين وربعد يعم الحتة دي خوفتنيش انا بقى ليه لان انا لعبت قبل المباراة قبل المباراة نعم ده مع الجموع مم فدي نفعتني جدا كنت بجيب جوان والحاجات اللي انا اما جيت ارعب بعد رجع اولى ما هبتش كمين خالص بقى بقى خلاص